موسيقى استضافت ديوانية القبس مرشحة الدائرة الأولى إيمان جوهر حيات ومرشح الدائرة الثانية محمد الهاجري في إطار استعدادهما لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجرى يوم السبت المقبل رحب فيكم ديوانية القبس للحديث عن قضايا شبابية ونبدأ حديثنا مع مرشحة الدائرة الأولى لأخت إيمان تمثلين حضرة تجفئة الشباب هل ترين أن للشباب حضوظ في هذه الانتخابات؟ بالطبع الشباب لا حضور وهذا شيء جدا رائع بالنسبة لي أنه بالفعل نحتاج تغيير ونحتاج دماء جديدة ونحتاج أفكار جديدة لأجل الوطن والمجتمع الشباب اليوم يشكلون 70% من المجتمع الكويتي بس مع هذا نحن نشوف قياب قضاياهم عن برامج المرشحين شون تفسرين الوضع؟ قضاياهم حاضرة وليست غائبة وسمو الأمير بنفسه حفظه الله ورعاه يعني أولى اهتمام كبير لهذه الفئة لكن للأسف أشياء ورقية لا تطبق على أرض الواقع عندنا اليوم وزارة للشباب يمكن عمرها قارب الأربع سنوات شون تقيمين دورها في الاهتمام بهذه الشريحة؟ أنا ما أشوف هي دور لها يعني فيها عندها أجنشطة وعندها أشياء تشكر عليه ولكن الواقع يقول غير ذلك الشباب لا زال متذمر الشباب يعني رياضة وينها مالتنا أساسا يعني وين رياضة؟ الشباب محبط لا نقدر نمثل نفسنا خارج أسوار الكويت ولا نقدر حتى نمثل نفسنا بالكويت هذا شيء محزن حطيتي إيدك على نقاط جوهرية في مشاكل تخص شريحة الشابة في الانتخابات الحالية شنو الحلول عشان الشاب يحل مشاكله؟ مثل ما قلت إن الشباب هم صناع المستقبل وعليهم إنهم يعرفون بالضبط شنو حقوقهم وما يستسلمون لكل هذه الإحباطات اللي يواجهونها هذه رسالتي للشباب كافحوا وحاولوا بدال المرة ألف مرة لين توصلون لغاياتكم من الإخت إيمان ننتقل لحق مرشح الدائرة الثانية الأخ محمد الهاجري أخ محمد شون تشوف حظوظ الشباب في الانتخابات الحالية؟ حظوظ الشباب بالانتخابات غزدجة والله حنا نستوسم خير ونشوف إن شاء الله أن فيه توجه على الشباب خاصة على الطرح الأخير اللي قاعد يطرحونه هل ترى إن الناخبين في الدائرة الثانية خاصة إنها دائرة طلعت شباب ممكن إن يصوتون لشباب للمرة الأولى يرشحون نفسهم؟ الشباب كفكر طلعنا كده مرة طلعت الدائرة الثانية شباب جديد بدون ذكر أسامي وأكثر اللي موجودين كانوا بيوم من الأيام شباب جديد وطلع اليوم التركيز على الفكر التركيز على عقلية الشباب اللي محتاجتها الدولة كافي الجمود اللي كان موجود قبل إحنا اليوم جايين ندافع عن نفسنا المسألة مو مسألة كثر ما أني أنجح بالانتخابات كثر ما أننا فكرنا إحنا يا شباب يوصل دعوة حضرتك إلى دماء جديدة تدخل إلى مجلس الأمة بنفس الوقت نشوف في مؤسسات الدولة عدم تمكين لشريحة الشباب في المناصب القيادية شنو حلولك لهذه الموضلة؟ عندنا احنا شيء غيرنا البديل الاستراتيجي اللي احنا ما احنا عارفين هذا شنو بالضبط أو أكثر الشعب ما عارف شنوه حطينا شيء اسمه بحث اسمه ملف بالإنجاز راح يعطي كل إنسان يعمل في هذا البلد راح يعطيه بونس شهري يعطيه بونس سنوي يعطيه ترقياته الصحيحة عن طريق نظام سيستم احنا ندعو للنظام الإكتروني عشان النظام الإكتروني هو اللي راح يوقف الواسطة عند حدها هني إذا وقفت الواسطة عند حدها أتأكدي أن الشاب المخلص اللي يعمل راح يوصل اشتركوا في القناة